القصة الأولية هي لبنت أو فتاة مخطوبة مخطوبة وبتحب خطبها جدا بتقول إنه هو كان قد إيه مهتم بيها قد إيه كان بيرعيها قد إيه هي كانت فرق معاه طول وقت كان بيجاب لها ورد وكان راح فيه وجاي منين ويخرجها ويدلحها وكذا وعشان كده رضوة أنا حبيته بعد شوية شهور هو اتفق مع أهلها إنه هو بيكون نفسه فاستأذن أهلها إنه فاطة الخطوبة حطوه الحبتين علشان الراجل يدخل مالي مركزه لحد كده ونقوله جزير شكر ألف شكر قريت لي بعد فترة ابتدى يتغير ابتدى معاملته وأسلوبه تختلف ابتدى ما يسألش عني زي الأول ما يهدينيش أتعب ما يسألش تعبتي ليه أو أخذت الدواء أو كذا زي ما كان متعود يعمل معي أنا قلت إنه هو ممكن يكون عنده مشاكل في الشغل أو إنه هو عنده مشاكل مادية أو كذا فأستحمله شهر جر شهر جر شهر والعلاقة بقت علاقة فترة ومملة ومش لطيفة وبينها منتكلم مرة في اليوم إين اتكلمنا لحد ما جي قال لي أنا حاسس إن أنا محتاج بريك محتاج أجازة يعني أفكر واشوف إذا كنت أنا عايز أكمل الجوازة دي ولا ما أكملهاش السؤال هنا أرده هل أطوم وأقوله إن أنا موافقة وخد البريك أو خد الوقت بتاعك علشان تفكر ولا أقوله لأ الموضوع خلص وانتهى وأنا أساسا طلعان عيني معك بقالي كام شهر ومش عايز أصلا أكمل أعمل إيه الحقيقة إنه العلاقات مش زي بعض والرجالة مش زي بعض والستات مش زي بعض وكل أنا بقوله ده كلام معروف ويعني مفوش أي ذكاء ولكن في قواعد عامة للعلاقات لما أنت هكوني بتحبي صحبتك ممكن تعودي يوم ما تكلميهاش ممكن تعودي اتنين ما تكلميهاش ممكن تعودي تلاتة ممكن تعودي أسبوع ما تكلميهاش لكن لما بترجعه تاني تتقابله أو ترجعه تاني تتكلمه تلاقي نفسك عند قصص وحكاوي وحكايات أد كده وتقولي لها سكوتي ده مش عارفة مين كلمني وعاكسني ومين قال لي مش عارفة إي ومين أنا إي وتخانيت مع ماما وبابا أفشراء على ماما وحصل مش عافعي بتفتحوا قلوبكم البعض وما بيبقاش فيه فطور وما بيبقاش فيه انه انا مش طيقة ومتضيقة ومش عارفة ايه وكذا ما باهلك بقى الراجل اللي انتي هتتجاوزين انا مش بتكلم خلاص ان هو طلب وقت عشان يفكر اذا كان هو عايزك ولا لا دي جسئية ودي جسئية انا بتكلم عليك انتي دلوقتي لما انا حس ان انا اصلا بقيت ببلعه وباشرب وراء تلك كباب ميا وبتبعثي للبرنامج علشان تغذي رأيهم اذا كنت اكمل معاه ولا يمشي بقى هتتجاوزي ازاي هتعيشي معاه ازاي هيبقى فيه حياة زوجية ما بينكم ما بينه ازاي الشوق والحب واما ايه حبيبي وحشتين حبيبتي انتي فين تعال عشان اشوفك عادي علي ماما وبابا عايزينك اذا كان كل ده مش موجود اصلا قبل الجواز ايتي متخيلا ان ده هيتعادل بعد الجواز او هيتطور بعد الجواز لا اعتقد طيب النهاردة بقى فيه راجل بيقول لي ما لش اركين انتي على جنب بقى انا عايز افكر اذا كنت انا عايزك ولا مش عايزك يا سلام وتضبط امكانياتك المادية عشان تتجوز بنتاني بعد عدد الشهور دي كلها حدرتك عايز تفكر اذا كنت حدرتك عايز تكمل معايا ولا لا هقوله بمنتهى الحب والاحترام والتقدير للعيشة والعيشة والمالح اللي ما بيني ما بينك ودخولك بيتنا واني انت دخلت من الباب وكنت انسان محترم خب بقى الباب وراك وقف البقى اكرة الباب وانت خارك هفضل اقول طول الوقت انت بتعملوا كده ليه ليه انا مش عارفة انت بتعملوا كده ليه انا هقول لراجل خد وقتك اذا كنت انت عايز تكمل معايا ولا لا الحل الوحيد لها المشكلة دي وانا تقريبا بقيت بعمل كده في حاجات كتير اوي في حياتي مش في علاقة بقيت بعمل حاجات كتير اوي كده في حياتي هتوقع الاسوأ يعني انت هتقوليله لو انت حباء اوي ومتمسكة بيه اوي وعايزاء اوي انا مواثة مع ان انا لو رضو مش هعمل كده بس انا دلوقتي بقيت بدي حالين عشان هما بيقولوا ان انا طول الوقت بقول امشو 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 هقولك الحلين الحل الاولاني ان حضرتك هتقوليله انا موافقة اديني عايز قد ايه شهر تفكر فيه انا موافقة ان انت تفكر في الشهر بس انت لو هترفع ليه سمعت التليفون ولا هتكلمني ولو لو حشتك هتيجي تزورنا ولا هتبعاتلي ورد ولا هدايا يعني حتى لو انت فكرت وبكرة قررت ان احنا هنكمل مع بعض لا انت عندك تلاتين يوم هتفكر فيهم سواء اه او لا هترجع لي بعد تلاتين يوم وش بعد خمس ايام ومش هترفع ليه سمعت التليفون ولو اتصل مترو تديش عليه خالص مش هو عايز وقته تديل حضرته وقته التلاتين يوم وانت في خلال التلاتين يوم دول انت ما زكرتش في الرسالة بتعتكد كنت بتشتغلي ولا لا هتدوري على شغل وهتشتغلي وهتخلاقي في التلاتين يوم دول ها اخرى غيره بدونه وهيبقى عندك صحاب وهتخرجي والدنيا لطيفة وظريفة وهترتبي امورك انه ممكن يرجع يقولك انا مش مكمل فانت ما تقعيش الحل التاني ولو انا ما كانك هعمله وهعمله من غير ما فكر ثانية واحدة مع الف سلامة والبعد يفوت جمل مش محتاج وقت ان انت تفكر لانه انا انسانة غالية وبغلي نفسي وعارفة لو انت مش عارف امتي ومش مقدرني في غيرك هيعرف امتي وهيقدرني وهيحبني زي منا ومش هياخد وقت عشان خطر يباد عني وده رأيي وبمنتهى الامان اشتركوا في القناة